يمكن بقينا بنسمع وبنشوف كتير عن تطوير التعليم الفني وللدولة مهتمة بي بشكل كبير وزارة التعليم ومحافظة القاهرة وقعوا بروتوكول تعاون مشترك مع الجمعية التعاونية الانتاجية لصناعة الفخار وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم التعليم حياة وده لإنشاء مدرسة الفواخير الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية واللي حتكون تبع لإدارة مصر القديمة التعليمية يمكن دي خطوة جديدة لدعم مصار التعليم الفني في مصر خلينا نعرف أكتر عن هذه المدرسة من الدكتورة غادة النشار المدير التنفيذي لصندوق التعليم حياة القومي الخير صباح الخير على حضرتك يا دكتور ولو تقول لنا كده في البداية ملامح هذه المدرسة الجديدة وهيكون لها كم فارع هل هي في القاهرة بس؟ صباح النور يا هدير وصباح النور على السادة المشاهدين دي أول مدرسة النية لصناعة الفخار في مصر فإحنا بنفخر صندوق التعليم حياة فخر إنه يكون جزء من هذه التجربة الاستثمائية هي القصة كلها بدأت بزيارة السيد الرئيس لمنطقة مصر القديمة وفي حديث ودي مع شيوخ الفخارين كان عندهم تخوف أو قلق من المهنة أنها تندثر بسبب عدم موجود مدرسة لتعليم هذه الحرفة القومية فهو الحقيقة أمر بإنشاء المدرسة وكل جهود تكتفت للتعاون لهذا المشروع القومي فمحاوظة القاهرة متبرعة بالمبنى والبنية التحتية والمرافق والجمعية الإنتاجية لصناعة الفخار والخزف والحراريات هي اللي هتقدم التولز الأدوات المواد الخام وهي كمان هتقوم بتدريب الطلبة وصندوق التعليم حياة القومي الخيري هيتولى العملية التعليمية وطبعاً لا يمكن كل ده يحصل بدون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأنهما بيقدموا المناهج وبيصدروا الشهادات والتصريحات وكل التسليمات اللازمة لهذه العملية اللي عاوزة بس أقول لكم أنه المدرسة دي جزء من مشروع قومي كبير هيتكلف 100 مليون جنيه مصري لتطوير منطقة الفخارين بمدينة الفسطات وإدخالها ضمن الخريطة السياحية نظراً لوجودها بقرب من توريستيك أتراكشن زي مثلاً مجمع الأتيان وزي مدحف الحضارات ووزارة التنمية المحلية حضره ويمكن ده بيتماشى يا دكتور مع الزيارة المهمة اللي قام بها سيادة الرئيس للمنطقة دي تحديداً واستماعه لطلبات الهالي هناك أو أصحاب الحرف اليدوية هناك من الفخار والزخارف تحديداً والنهاردة لما بنتكلم على تطوير حقيقي على الأرض ومش بس تطوير ده مد المنطقة دي بالعمالة الفنية المدربة علشان نقدر اللي احنا نحافظ على هذه الحرفة لكن سؤالي هنا لحضرتك هل ده هيتم في أماكن أخرى بخلاف يعني مصر الأديمة لو احنا بنتكلم على مصر الأديمة فدايماً بيتبادر إلى الأذهان صناعة الفخار عندنا أيضاً في بعض المحافظات الأخرى وليكن إحدى القرف المنوفية صناعة السجاد فالها تتوجه إلى هذه المحافظات اللي فيها الحرف علشان نحميها من الانضطار حتى على القلب زي ما قلت يا أحمد هي الحياة تيه شرارة البيت والانطلاق وطبعاً الفضل يرجع لسيد رئيس الكمورية وإحنا دي يعني برضو جزء من مشروع كبير الهدف منه إحياء الحرف التراثية في مصر وحمايتها من الانضطار الحقيقة منطقة الفيوم وقرية توس متميزة جداً بصناعة الفخار والخزف والحراريات وفيها حوالي 39 ورشة فخار وكان فيها مدرسة من فترة طويلة لكن كانتش المدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم فإحنا ديناسي عاوزين أن نعمل تجربة بطريقة مؤسسية دكتور غدا صناعة الفخار زي ما حضرتك بتتكلمي إرث شعبي مصري أصيل وعندنا ناس إذنها تتلفف حرير في الوظيفة دي عايزة عارف هيتم الاستعانة بيهم في هذه المدرس ولا لا؟ بالتأكيد طبعاً دولهما شيوخ المهنة وإحنا استعين بيهم في تدريب الطلبة ومش بس كده في تسويق منتجاتهم فيما بعد وعرضها في معارض زي طرافنا وزي ديارنا بس الحقيقة هدف صندوق التعليم حياة مش بس على النطاق المحلي إحنا عاوزين إن شاء الله إن إحنا ننطلق ونخترق الأسواق العالمية ونقدر إن إحنا نصدر هذه المنتجات الترافية للخارج طيب دكتورة تبعية المدرسة هيكون لإيه؟ هل للتعليم التكنولوجي أو للتعليم الفني؟ هي أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الفخار والخزق والحراريات فالمدرسة تابعة لوحدة التكنولوجيا التطبيقية داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لكن الحقيقة من شروط مدرس تكنولوجيا التطبيقية هي الاعتماد الدولي وفكرة الاعتماد الدولي الحقيقتي بتبقى فرصة ذهبية للطلبة لأنه عند التخرج يحصل على شهادتين شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية وشهادة معتمدة من جهة عالمية تطيح له فرصة خروج والسفر والعمل بالخارج والمنافسة على المستوى العالمية عشان مواجدة متطلبات سوء العمل سواء كانت المحلية أو العالمية بالضبط لأن إحنا طبعا زي ما حضرتك أشرت لشيوخ الفخرين إحنا بنجيب الدزاين بتاع المنهج يعني هما بيبقوا الملهمين لنا في هذا النطاط وبنجيب مطور تعليمي وبنشوف برضه أحدث ما توصل إليه العصر الحديث في التخصص ده إحنا بنشكر حضرتك دكتور غادة نشار المدير التنفيذي لصندوق التعليم حياء القومي الخيري شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا النهاردة